السلام عليكم جولتنا اليوم داخل بغداد الحبيبة رح نأخذكم الى خان المدلل للتحفيات والانتيكات وبقوا يانا نهاية الفيديو اشتركوا في القناة هذا السوق خان المدلل من قبل امانة بغداد عام 1991 ومقتص في الانتيكات ويعتبر ضمن القارطة السياحية للبلد لكنهم مهمل وغير معتنى به من قبل وزارة الثقافة والاعلام الانتيكات كل انتيك يعتبر عمره من خمسين كل حاجة من خمسين الى مئة عام يعتبر انتيك الانتيكات تشمل البلور القيصري تشمل السماور الروسي تشمل الأوبالين تشمل الفضيات العاج يعني ايتمات متعددة فقرات الراديو القشاة بالساعات الألمانية القديمة الرواد فتشريحة غير متجانسة احيانا تجي شخص عنده هوى هوس يعني بالاقتناء حتى هو مو من عائلة ثارية يعني يشوف خطيئة يقترض في سبيل يشتري الحاجة وكو عوائل ثارية لكن اغلب العوائل المطرفة بالعراق هادرة تسافرت خارج العراق وبعت قسم كثير من مقتنيات فلذلك العمل بهذه المهنة عمل يعني غير مجدي بشكل عام يعتمد هو بالأساس على القروبات السيحية الان بدت تيجي قروبات لكن مجرد بس الفرجة والتمتع بالجمال يعني اليوم كان يمي فريق ألماني فقط بس ينظر ويسجل وبارحة كان الناس سألتهم من آيرش يعني إيرلندا من دابلين ايضا ما يقتنون اي شيء مجرد الفرجة يعني فالعمل به شوية متعب لكن هو يشكل فنوع من الجمالية يضيف متعة للإنسان يعني أنت الآن منتظر إلى لوحة سير حوار بصري بينك وبين اللوحة اتبع الفرشات اتبع المناطق العتموضة اتبع مسجل الألوان تريد توصل إلى الرؤية اللي ريد وصلها إلك الرسامة أو الفنان طبعا أنت ما تقدر توصل له ممكن توصل له لأفكار جائز مطابقة وجائز لا يعني تعرف الرؤية اللي بداعية للفنان عمل يعني ضمني يعني صعوبة الوصول له يمكن بيه فلسفة بيروية تشوف شباك في لوحة هو شيء يعتبر يعتبر نافذة مطلعة العالم يريد يتعرف بيه على الناس فالعمل الفني يعني بيه أبعاده هو يحتاج إلى ثقافة ووعي حتى يستنبط الإنسان بس هو يشكل للإنسان نوع من المتعة أنا نوع هاوي يعني الرجال رتائر دمان متقاعد يعني أستاذ شنيت لكن أحب هاي القضايا الجمالية استمتع يعني باقتناها أو التطلع عليها الزبائن قلت لك فد عالم يعني غير متجانس مرات يجي استاذ جامعي يجي هنا مثل صلاح القصب مهرج مسرحي باستمرار يجي هنا الشروق العبايشي مثل قسم السياسيين ومع هذا أكو شريحة بسيطة هم تجي تحب تتناول الأشياء الأسعار عم مرتبطة بالسلعة السلعة كما كانت أكثر قدمة أكثر تكون سعرها عالي بس هي إحنا بدينا يعني نخفض هواية بالأسعار ديان عمل ما عندنا أحيانا نبيع الحاجة بما بالكلفة بالكوست فمشكلة يعني عملنا يعني الصراحة غير مجدية يعني حشي لك ياه الجمعة هو أكثر شي جمعة جمعي يجو الناس بس زخم اللي عندنا أقل مشارع المتنبية وحسا تشوف تريد تتمشي ما تقدر تعاني من الزحمة هنا ماكو أسباع تأكو شي حسا تمرحت وجيت وكذا سويت لقاء ويايا ماكو زبون ما إجا زبون مو فاعمو بس احنا أنا عدا حشي لك بشكل عام طبيعة المهنة يعني مهنة هاي يستمر الإنسان بيها مرات أسبوع هو ما يستفتح فمهنة يعني مو يعني الترفية تعتبر مو حاجة ليش للملبس والمأكل هو حاجة للإنسان اليوم الإنسان العراقي متعب اقتصادياً فشوف يحاول يوفر رغيف الخبز اللي أسرتها يعني ما يفكر ربي قطع كريستال أو بلور أو من هذا القجل نعم 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 التحف والانتيكات التي لا تقل عمرها عن أكثر من مئة عام أقبال السواح في يوم الجمعة على عالم الأنتيكات يوم مطبيعي نهائياً أيضاً عدنا سواح من خارج البلد من أميركا راح يكون الأخب بمثابة مترجم إنه وهنا السائح يعني ليش اختاروا هذا المكان بالذات أم نعم 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 نعمن خاصة مع المدنة إنه قدر أجل الاجراء tengan بإنسان هوايه يتجيه هنا ونفس الوقت انتزر رائدت هوايه دول بداخل الانشرف أوسط ولكن ما صارت عدي فرصة بأجي للعراب قليل أحد ما فتحته اصارت أسال بلا تجير الأماكن اللي راح يزيرونها أين ستذهب؟ أولا بغداد ثم إلى بابلون أول يوم بغداد وأيضا سيروح البابل البابل مدينة بابل ماذا تعتقد بها المهمة المهمة؟ أنا أعلم أنها مهمة أبداً إنه مهمة 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 حسنًا هناك الكثير من المهمة حسنًا حسنًا لأنني أردتها ذلك وأنا سأتترى ومهماً أشترك أنها خطوة مهمة بأنها مهتمة حتى الشكل يزيد وأصبح مهمة مهمة وكما يتبعها إنها مهمة مهمة حسنًا العراق جدًا مهمة مهمة تاريخياً وفي النهاية مكامل عند البزغة هوايا حضارات تاريخ الكتبين بالنفس الوقت جداً إنه فقط أن هناك الكثير من يحدث الآن الذي يتحرك في المدينة وأنا أتمنى أن أرى كيف يتحرك في المدينة وكيف يتحرك في المدينة هناك الكثير من الأعراق وفي نفس الوقت دايد يريد أن يتطور العراق عن الفترة السابقة التي كانت فيها بالأخص وينفتاحها الأكثر على العالم أكيد من الأجوزارة والعراق شاهدوا فتش مختلف عن الإعلام اللي صراحة اللي ما يصلط الضوء يعني بغداد من عاصمة العراق اللي هي مليئة بالأماكن الترافية والسياحية شنو الأماكن اللي شاهدتها اللي مختلفة نهائياً بسيطاناً بالطبع أن العراق لا يتحرك في المدينة في المدينة يتحرك في المدينة يتحرك في المدينة مختلفة بسيطاناً ماذا تفكرتك عن ذلك؟ بسيطاناً بسيطاناً لا نفس الشيطان أجردم واحد من الأسباب اللي خلاني أجي للعراق أنه تكتشف العراق بنفسي مو بنفس الطريقة اللي الإعلام تنشرها بالأخص أنا كشخص مسافر هواي دول بالعالم أكثر من مئة دولة تحديداً يكتشف أن القصة أكثر من المرات أنه الإعلام يقول شيء الحقيقة والواقع كل شيء مختلف تماماً نحن الآن داخل محل أنتكات أبو مصطفى حياك أبو مصطفى أبو مصطفى أنت مشهور هنا بالأنتيكات القديمة نعم نحن سألنا أكثر من شخص قلونا أبو مصطفى أبو مصطفى أريد أقدم شيء موجود عندك نام المحل أنتيك أبو مصطفى لدي بعض الشغلات القديمة هذه الدلة قديمة هذه الدلة قديمة فوق المئة السنة فوق المئة السنة نعم حلو فتش ثراثي نعم هذه الدلة قديمة كل شيء هذه الدلة قديمة أعمال قديمة هذا الذي يقدم شيء موجودات هنا نعم هذه الدلة قديمة هماتين أنا جدي توفى بالخمسين وهو مشتغل أحني اكد سنتلجوزة 40-30 هل هذا جديدك مشتغل؟ نعم نعم هذه حمالة هذا حمام يخلون بها الغراض نعم هل ليفة صابون الحجار والذهب نعم هذا وهي حجم شبير هماتين هذا هماتين وحجم نعم. ما سعره السعادة؟ 300 دولار. ماذا نرح لنا؟ لدينا هذه السماورات وقديمات. هذه السماورات لدينا نحنس. لدينا هذه الدلالة لاستخدامها. هذا جديد. شغل جديد. نعم. نطينا هذه الجديدة لنصبح مقارنة بين الجديدة القديمة. نعم. نعم. يا أحبتي المشاهدين. إذا واضحة الصورة حاليا. هذه الدلالة أكثر من 100 سنة. وهذه الجديدة. نعم. شوف الفرق. أنا أسآني. هذه أثقل ترى. هذه أثقل. كان أثقل وشغل حرفيتها. أضبط. يعني هذه الصناعة عملتها. لا يجب أن يشتغلها. صح. لا يجب أن يشتغلها. يعني تحدى واحد صفارة يشتغلها. لا يقدر. حرفية عالية بها. حرفية الجانب. ذواق. يعني هذه. هذه شنو؟ هذه سيراميك. عمل يدوي سيراميك. سيراميك. نعم. حلو. اي. أجام شغل إحراقي قديم. شغل إحراقي قديم. جيد. شكرا لإهتراك. الله حفظك. لمنوني. شكرا للمشاهدة.